الجنسية منحت جنسية برازيلية منحت جواز سفر وبطاقة هوية منحت إقامة دائمة وبطاقة صحية وبضعة أوراق عليها صور الشخصية مبتسمة قليلا لكوني الآن جزءا من أمريكا اللاتينية وكل هذا وما انتظرت كثيرا على أبواب القنصلية وما سئلت شيئا عن اتجاهاتي السياسية وما سئلت إن كنت سنية أو شيعية رحبوا بي في بلادهم كامرأة فلسطينية قد نفيت من بلادها ومن تم وعدت بحق عودة كاذبة فقد فهموا القضية فاعتبروني واحدة منهم ومنحوني بيتا على الشاطئ أتأمل فيه أحوال بلاد منسية ومصروفا جهريا ألبي به بعض احتياجاتي الشخصية وما قالوا لي إلا نرحب بك في بلادنا ونتمنى لك حياة هنية فقلت على لساني العربي حروفهم فقلت على لساني العربي حروفهم إلى أن أصبحت أتقن اللغة البرتغالية وكان يضيق صدري بي أحيانا وكان يضيق صدري بي أحيانا فأنا الغريبة في هذه الغربة الأزلية كطير قد قطع عن سربه فبات يحاول اللجوء إلى أي سرب يقابله في سماء بعيدة منفية أويت في بلاد الغرب أويت في بلاد الغرب ففي بلادي ما كنت مأوية تربيت على أيديهم وتعلمت وكان لي صوت في انتخاباتهم الرئاسية وكتبت الشعر في مقاهيهم وما خفت يوما من حث في الكلمات ومن الرقابة الفكرية أويت في بلاد الغرب وما خذلت فلا تلوموني إن ضعفت أمام أصول العربية فقد أغلقت حواجز كثيرة في وجهي فقط لكوني لاجئة فلسطينية فقط لحملي وثيقة سورية أو جواز سلطة وهمية أويت في بلاد الغرب فما رحب بي فيك أيا بلادي العربية فقد رفضوا لي الختمة وبخلوا علي بأوراق فها أنا اليوم في غربة قد أصبحت لي منزلا وهوية وما زالوا يكلمونني عن العروبة وعن الوحدة وعن أجداد كانوا يحتسون الشاي سوية وأنا في البرازيلي ما زلت محضونة مستقرة محمية لأنني منحت هذه الجنسية أيا عرباً في الشتات أيا عرباً في الشتات أسنرجع يوماً أم تحكمنا الأبدية أيا عرباً في الشتات أسنرجع يوماً أم تحكمنا الأبدية أيا عرباً في السويد وفي الدنمارك وفي النرويج وفي فرنسا أسنرجع يوماً أم تحكمنا الأبدية فما زلت في غربة أتألم وما زال لساني العربي يتكلم وإن منحت مئة جنسية ففي قلبي جنسية شئت أم أبيت عربي